كان انت عندك بي جي معين وحاير شنو هتاخذ بيه تفرش في الفيديو دي بش عطيوك اهم 3 مكملات تلجم تاخذها لاتس دو ديس السلام عليكم يا ابطال ومرحبا بيكم في بيزاو جديدة من تونيزيا فتنس انسور عشان يوتيوب هذي اللي عملتها ان شاء الله مش نجاوبوا على الاستفصالات اللي عندكم من خص الفيتناس دون كان عندك اي سؤال متنساش بش تحطونا في كومنتير بش هكاكي نجم يكون موضوع من المواضيع بتاع الفيديوهات الجايين كان اول مرة تتفرش فينا متنساش بش تعمل سبسكرايب بش هكاكي تتابع الفيديوهات الجايين يلا دينا اليوم يا ابطال بش تحكيوه على موضوع مهم برش اللي هو المكملات الغذائية كما نعرفوا توميش يو قاعد تنتشر في بلادنا دوك ما بين البوتيك والبوتيك بش نعطيكم ثلاثة مكملات غذائية من راتبين ترتيب تفاضلي حسب رايقين نجم يكونوا في الليستة بتاع الباك اللي انتي تجم تاخذها دوك كما نعرفوا تور حركة تكثر في الصالات وفي البوتيكات بتاع المكملات الغذائية وللعبات توا يبدو يترانيو دوك هل تعتقد انو في شهرين او ثلاثة شهور قادر انك تتحول ماذا بيه نعرف رايكم في اللي كومنتير قبل ما نخمر اني نخذ مكمل غذائي وشنية الماركة او النوعية اللي تجم تبشي معايا يجب نسأل راح يزوز اسنا مهمين برشا لنا السؤال لول اسكوا قاعد نتلنا بالاقدام والاكزيكسيوها بتاع تماني متاعي صحيحة اسكوا قاعد ناكل بالاقدامة كنتي منظمة متوازنة كان اللي جابة بتاعك انك مريقل في الحكايات ضم الزوز في اخر مرحلة يجي وقتها المكمل غذائي مكمل لولي اخترته اللي هو البروتين بروتين بنواعه ايج بروتين كيسيين بيف بروتين الاختيار لك انتي ولمصدر بتاع بروتين اللي انتي تحب تاخذ المهم يكون متحصى على مختبر مستقل بشاكك يراقب لزنجليديون والدوزاج الموجودين في البروتوية ذاكا وخاصة ان يراقبوا طريقة التصنيع بشاكك تكون انتي متمانع على جودة البروتوين انتي اخذته وخاصة ان متمانع على الصحة متاعك ناعرف لاعرف او برشا قولك انا نجم متحصى على البروتين من الدايت متاع لش ناخذ فيها من مكمل غذائي مش هدي خصارة متاع فلوس ايجي نعملو استيماسيون البروتين انتيك متاعك وهكاك اخليلك الاختيار لك انتي اسكو تاخذ مكمل غذائي ولا تقعد تاكل جسد من الماكلة متاعك ناخدوا مثال واحد يوزن 77 كيلو وكتلة عظريا متاعوه 67 كيلو حاولوهم للالبي داو كنت نضربوهم في 2.2 شتتحصلوا على 147 البي بالنسبة الواحد يفلق في الشهر جمعة كاملة يقولوا ما بين 0.2 0.5 بيت اخذ حتى 2 جرام للباوند الواحد داو كشتحصلوا ما بين 176 222 جرام بروتيين في النهار في المثال متاعنا ناخذوا اقل حاجة 176 جرام بروتيين في النهار كل واحد يأكل 4 وجبات داو كل وجبة بشتيح في 44 جرام اسكو قادر تاكل في كل وجبة 44 جرام بروتيين الجواب عندك انتي باكن جواب على السؤال اسكو البروتين من المكمل لازم ولا مش لازم لا لكن يسهل عليك برشة بش توصل للحاجياتك اليومية من بروتيين كان انتي قادر تصل لها بالديتم بتاعك صحتين ليك ايش ناية او كرياتين هذي مرة اخر هذي سيبنا عادي كل بيزير شو قد نحكيوه على الكرياتين ونمرجتي حتى لعبيت فدت بالليت ايش الموضوع ذي عادي شوف موضوع اخر ياخي خدمة بتعودم اذي ادي ايش ايش بيك ايش خلين كاميراو فصاعتك يوقع ضع لقل احدين كمل بارتية هذيته انكملها في بلاستيك وبعد رجع انتي كمل اللي بعد ثاني مرة هذي تونت حط في الستويسيون كيما نك بيه انا بيدي زادة فاديت منه الموضوع عمطال الكرياتين هذي كل جمعنا قد نحكيوه على الكرياتين من دفهم عبيد ما زلوا يقريوه في الجامعات اللي الكرياتين عنده تأثير على الكليوي سكر الشيان يودي ايش نعملو بيه احنا نحكيوه ومزلنا بالله المدارس بازلت اجدعا مش عارف بالحق المشكل منين ومشكون ما اتف العالم الكلو تريزيو في تونس لا نعملو ابحاث اكثر منهم جينا لهذي وبط علينا العلم والتطور برافو دوق المكمل الثاني اخترناه بش يكون في الليستة بتاعنا الثاني احسن مكمل ليش يكون في الليستة بتاعك اللي هو الكرياتين علش تختارنا مكمل هذي خطر بش يعطيك اكثر بفرموس يعطيك تفوش لوركاوته متاعك كيما يحسن نوعية الكتلة العضلية متاعك اللي تحسها اكثر امتي ليه واكثر فورنس دوقين تحب تعرف اكثر على الكرياتين كيفية استعمال والدوزاج متاعه بش يطلع الكليان هنا بعد ما تفرش في فيديو هذي تنجيز اتفرش في الليبيزود هذيك فيها كل شي على الكرياتين ريلاكس مان نعرف طورك تقولش بيه هذي يصبت مو نجم نتحص على الكرياتين من الماكلة متاعينا علش الخصائر زاده انا قد اشير في الكرياتين ليه زي ممنوع وزيد نشيري الكرياتين هل تعلم قدش لازمك تاكل الحم ولا حود في النهار بش تتحص على الدوزة كرياتين هي 30000 هل تعلم؟ نعملوا عملية حسابية معناتها لازمك على اقل كيلو الحم بجري في النهار مش تاخلط الدوزة بتاع كرياتين بتاجي بتاكل كيلو الحم في النهار ترى اخذرلي في عيني اخذرلي كيلو راه كيما نعرفوا اللي كيلو الحم بجري تقوه في تونس بتاريخ 25 ماس 2018 سومه 22 دينار عملية حسابية نضربه في 30 قدش 660 دينار تخلط 660 دينار تعرفش قدش 660 دينار جيبونا من حق كرياتين ما هي دازم العثوا يا معنم اللي هي حقت الكرياتين ما شقها 500 400 جرام ما تفوتش 60-70 دينار ماكس تقو فيها 100 ندوزة معنو تشدك يا معنم تشدك شووووووووو Traak الكيلو الحم ولا تشري حق كرياتين ب 50-60 دينار ولا كالاختيار تاتي هذا ثاناث واخر مكمل اختلطوا بش يكون في الليستان بتاع احسن تلتل ثلاث مكملات النجم يكونوا في الليستان بتاع الباك اللي انتي تجرب تأخذها بالأوميغا 3 والمعروف بالفيش اويل المكملة هذية علش حطيته خاطر برش عبيد ممش يعطينه قيمته الامريكان هيرت اسسيشن ينصح ومش ناكله على قل مره مرتين حوت في الجمعة لكن برش عبيد ممش خلطينه ولا ميحبوش ريهات الحوت دوزاج بتاع ترواء سي جرام في النهار دوزاج باي ونجم يوفي حاجياتك اليومية برش عبيد عندهم امراض القلب وعندهم الكوليستيرول نجم ياخذوا دوزاج اكثر لكن بمراجعة طبيبا متاعهم نجم يحطيك الدوزاج اللي يتماشى معاك دوزاج بشي قوي فيه نوعين ملفاتي اسس الاي بي اي و دي اش اي اللي بشي عونو بشي يحمينها من امراض القلب نقص من الثرابات والتشنل يحسن حصة البصر يحمينها من الالتهابات يحسن نوعية النوم يحسن الذاكرة يحسن ادايا العصبي للمخ وبرشة برشة برشة حاجات اخرية اي فولا ابتالك اكونوا كمان الفيديو بتاع اليومها دوزاج اشان يكون اعجبكم الكونتينيو بتاع الفيديو اي دية متنسلش بش تعمل لايك وتبرتاجي فيديو مع صحابك حاجة بارك نطلبها منكم الدعم متاعكم الدعم هو اللي بش خلينا نواصل نعمل احسن فيديوهات من اكاية دوك ما تبخلوش علينا بالسبسكرايب وانضم الكميونيتي الابطال اكاية كنجمو نعاونو بعضنا والكميونيتي اي دية تكبر دوك كان عندك اي استفسار اي موضوع وحطونا في الكومنتير نجم يكون موضوع متاع الفيديوهات الجايين حاجة اخرى بالنسبة اجمعني ما اعملوش فلاو على انستجرام راووا فامبرش اعجتنا بطهم على انستجرام انا خلاش اعملوا الفيديو اللي هنا يلا مبقى لك اقولكم I see you next time